اهلا بكم اصدقائي اعلنت شركة هواوي عن جيل جديد من نظام التشغيل هارموني او اس 3.0 في اواخر اكتوبر من العام الماضي في مؤتمر مطوري الهواوي 2021 سيركز نظام التشغيل الجديد على بنية النظام والقدرة على النشر على العديد من الاجهزة المختلفة من الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية الى الساعات الذكية والاشياء المنزلية الذكية وحتى السيارات ستبدأ الشركة بطرح النسخة التجربية العامة من نظام هارموني او اس 3 في مايو المقبل وذلك بعد ان طرحته مؤخرا للاختبار التجريبي الداخلي بحسب احذف التسريبات من الصين حددت هواوي موعد وصول النسخة الخاصة بمعاينة المطورين كذلك سيتم اطلاق الاصدار الكبير من نظام هارموني او اس 3 والمصدر منفتوح اوبن هارموني 3.1 للهواتف المحمولة المؤهلة في سبتمبر المقبل بالاضافة الى ذلك التغييرات التي سيقدمها نظام التشغيل هارموني او اس 3 في واجهة المستخدم غير كبيرة جدا ولكن تم تحسين التفاعل والاداء حيث سيكون اتصال التفاعل الموزع اسرع وفي الوقت نفسه ستكون مشاركة لداء متعدد الاجهزة ايضا اكثر استقرارا ان شهر يونيو قد يجد اطلاق سلسلة هواوي 150 الجديدة لذلك قد تكون هذه الهواتف اول ما يحصل على نظام التشغيل الجديد ترجمة نانسي قنقر